التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك بوزير التنمية الدولية الكندية هرجيت ساجان على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعنية المقام بالدوحة وخلال اللقاء أعرب بن مبارك عن شكره وتقديره لموقف الحكومة الكندية الداعمة للحكومة اليمنية والشعب اليمني وخاصة فيما يتعلق باستمرار التزام الحكومة الكندية بتخفيف المعاناة الإنسانية وتقديم المساعدات الإغاثية للشعب اليمني مشيدا بالدور الإيجابي الذي تلعبه كندا لدعم عملية السلام باليمن وأكد بن مبارك أن الحكومة اليمنية حارصة للوصول إلى سلام شامل ومستدام موضحة أن العثر الحقيقية في طريق السلام هي استمرار المليشة الحوتية في تبني نهج العنف والارتهان للمشروع التوسعي الإيراني بالمنطقة ورفضها تمديد الهدن بالإضافة إلى الانتهاكات المستمرة لكافة الاتفاقيات والالتزامات المتفق عليها ومن جانب أكد الوزير هورجيت ساجان تأييد بلاده للعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة مجددا دعم حكومته لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ولكافة الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني معبرا عن تطلعه إلى تحقيق السلام الشاملي لليمن في المستقبل القريب ترجمة نانسي قنقر